أظن أن ده محتاج توضيح من الحكومة القصة هنا لا تخص المركزي قدر المركزي هنا بيضع ضوابط ولكن هنا بالقصة بتخص الحكومة قصة أن المبادرات تذهب للماليه هذا شأن سليم وهذا أمر سليم يعني الفكرة نفسها سليمة إحنا هنا وبنقول المبادرات دي لن تقف وبطمن كمان فيما يخص مبادرات كمان أنا عرفت أن المشروعات الصغيرة متوسطة مستمرة المبادرات الإسكان مستمرة الإسكان عندهم فلوس يعني عندهم أموال يقدروا أن هم ينفقوا على هذه المبادرات ولكن إحنا هنا أمام جزئين مهمين السياحة والصناعة الصناعة إحنا كنا بنتكلم على مبادر التمانية في المية ودي مبادرة مهمة جدا فكنا محتاجين أن إحنا وتكلمنا عليها في المؤتمر الاقتصادي وكان فيه كلام أن هي مستمرة وأنها مهمة بالنسبة لدعم قطاع الصناعة فإذا كنا نريد للصناعة أن تقف وتواجه الوضع العلامي العلامي اللي إحنا فيه فمحتاجين أن إحنا ندعمها وده محتاج توضيح واضح من الحكومة ومبادرة السياحة أظن كمان أن أهل السياحة هيتكلموا فيها لأنه هو الصندوق هيكفي إيه ولا هي ولكن ده كلام بقى أعتقد أن الحكومة علي أن دايما يحصل حوار مع أهل الأمور الأمور دايما بنقول كده تكلموا مع أهل الشأن مع أصحاب الشأن قبل ما القرارات تصدر بهذا الشكل ولكن المبادرات مستمرة في تغيير بس ليه مصار هذه المبادرات